الدكتور ياسر أيوب قال احترام الكروي لجنوب أفريقيا في مقالة مهمة أيضا عن جوانب جنوب أفريقيا وإزاي جنوب أفريقيا كانت شريكة المصر في تأسيس الاتحاد الأفريقي منذ البداية ولم تشارك في الدورة الأولى للأمم الأفريقية 57 بسبب انتهاجها سياسات التفرقة العنصرية ودي السياسة اللي خلت الفيفا أسقط جنوب أفريقيا من عضويته وفضلت معزولة دايما وأبدا عزلة سياسية عالمية رياضية كاملة لغاية 91 لما تخلت جنوب أفريقيا عن سياساتها العنصرية فعادت إلى الحظيرة الدولية ومن ثم الرياضية مؤكد جنوب أفريقيا هي دولة من الدول الكبرى في أفريقيا نظام كاس العالم بمسؤولية وتوجه وكان نوع من يجوز يجوز كان تقدير لتخلصها من العنصرية في وجود يعني رمز التخلص الكون التاريخية من دلة من دلة فحتى هو كان رئيس الملف وأنا كنت في الكونجرس مدعو أنا والكابتن عصام بصفة سكرتيل الاتحاد ورئيس الاتحاد كان مناسبة للاتحاد الافريقي متزامنة مع الملف ده وشفت من دلة بعمل إزاي هناك في السويس كل الناس يتعاملوا إزاي وجنوب أفريقيا إذن جنوب أفريقيا لما هذه الدولة الكبرى في أفريقيا تنظر إلى مصر هذه الدورة الكبرى والأقدم والأكثر عراقة في القارة الأفريقية وتنظر إلى النادي الآلي أنه رمز الرموز الكروي وأن دي خطوة متقدمة لرمز التدريب عندهم كل دي حاجات لدينا نتوقف وده ما نشعر بالفخر لأننا أهلوية زي ما قال لأستاذ خالد بايوم صحيح